هو العدو في موضوع الجثمين الشهداء يعني سرقة الجثمين من داخل المقابر أو بعد إعدامهم ميدانياً داخل قطاع وحتى في الضفة الغربية أيضاً يقوم من أجل بالفعل هو سرقة العضاء أولاً و سرقة جلود الشهداء و محاولة المقاوضة يعني مقاوضة المقاومة الفلسطينية و القيادة الفلسطينية في مسألة المفاوضات يعني لدينا مثلاً جثمين ألف شهيد عشرة ألف شهيد و يردون مقايضتهم بالأسرة الصهينة أو بجثمين الأسرة الصهينة لدى المقاومة فنعود لموضوع الأرقام الأرقام مخيفة أنت تتحدث عن عام كامل من العدوان هذا العام الكامل من العدوان مجموع ما ألقي من متفجرات على قطاع غزة خلال العام يزيد عن 12 قنبل نووية يعني لو جمعنا كل كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يزيد كثيراً على حجم 12 قنبل نووية من التي ألقيت على هيروشينا وبالتالي أنت تتحدث عن كمية ضمار و عن كمية متفجرات هائلة لم يسبق لبقعة جغرافية أكبر من قطاع غزة بمئات مرات أن تتعرض لها خلال مدة عام وبالتالي هناك عدد هائل من الشهداء المعروفين و غير المعروفين هناك ما زال عشرات ألاف الشهداء تحت الأنقاض لم يتمكن ذو الشهداء من انتشارهم وأنا شخصياً لدي حتى اللحظة أقارب وأصدقاء وجيران ما زالوا تحت الأنقاض يعني على مدى العام بأكمله أيضاً هناك شهداء مفقودين بمعنى أنه إما أن قتلهم العدو أو قتلهم داخل قطاع أو قتلهم و صرق جثمينهم وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام مخيفة على مستوى القطاع القطاع سكانه مليوني و نصف نسمة هناك نتحدث نحن عن رقم مليون ضحية موزعة ما بين شهيد و جريح و مفقود و أسير يعني هذا رقم بالتأكيد رقم مخيف و مرعب رقم ربما لا تتنبى له الكثير من المؤسسات الحقوقية لكن نحن أمام أكبر مأساة يعني إنسانية شهدها التاريخ و يعرفها العالم يعني تدمير ليس فقط تدمير البنية التحتية لقطاع غزة طبعاً بالتأكيد مئة بالمئة من البنية التحتية دمرت في قطاع غزة أيضاً البنية الديمغرافية في قطاع غزة كلام كتير برضو كم سنة تحتاج قطاع غزة لإعادة الإعمار يعني نسألت 20 نسألت 30 نسألت 70% من بنيتها التحتية تم تدمرها هنا يعني تقديراتك برضو يمكن لا هو البنية التحتية مئة بالمئة من البنية التحتية في القطاع دمرت إنما ما دمر من مباني القطاع يتجاوز 80% مباني ومساحة القطاع أكثر من 60 إلى 70% من المساحات الزراعية دمرت بشكل كامل الصالح للزراعة هذه الأسلحة طبعاً معظم الأسلحة التي يستخدمها العدو الصهيوني أو جميعها وهي محرمة دولياً وهي تقتل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة وتقتل كل مكونات الحياة البشرية والإنسانية والحيوانية والحيوية وبالتالي وأيضاً تقتل كل شيء له علاقة بالبيئة وبالتالي نحن نتحدث عن عشرات السنين الحاجة لعشرات السنين ليس فقط لعادة إعمار قطاع غزة لعادة تهيل منظومة الحياة الحياة البيئية والحياة الإنسانية والحياة الحيوانية وغير ذلك كل شيء في قطاع غزة أصبح غير صارح للحياة استطاع العدو الصهيوني المجرم النازي أن يحول القطاع إلى بقعة غير قابلة للحياة وليس فقط طاردة للحياة وبداية الحرب كان يريد من قطاع غزة أن يحولها إلى بيئة إلى منطقة جغرافية طاردة للحياة وآن أصبح قطاع غزة بيئة غير قابلة للحياة أنت تتحدث عن فقدان لمصادر الطاقة فقدان للوقود فقدان لمياه الشرب فقدان لمياه الخدمة فقدان للمواد الزراعية أن تتحدث عن مجاعة في قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهراً يعني منذ الشهر الثاني أو الشهر الأول حتى للعدوان وقطاع غزة أصبح يعاني من مجاعة تخيل أنه على مدار عام الناس يفتقدون الأكل والشراب والدواء والمياه الصالحة للشرب والمياه الصالحة للخدمة ويفتقدون الحد الأدنى من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ومقاومات الحال تخيل أن المرحاض الواحد على سبيل المثال في أماكن نزوح يستعمله أكثر من ألف شخص يعني أنت تتحدث عن شيء لا يحتمله العقل هناك مأساة اجتماعية مأساة إنسانية مأساة حياتية هناك فقدان للأمل فقدان للحاضر والمستقبل تدمير لكل شيء